اشتركوا في القناة كل المعلومات عن البطولة وطريقة المشاركة تلقونا في الرابط تحت وطبعاً نذكركم من الحضور مجاني للجميع وحنا بنكون هناك فخلينا نشوفكم والحين خلونا نبدأ أول عبة معنا هي لعبة الأي نوار من المطور تيم بوندي اللعبة ما كانت سيئة بالعكس حصت العجاب الكثير من الجمهور لكن الضغوطات والخسارة في تطوير اللعبة كانت وخيمة لأنها بدأت في 2004 وحصلت على تغييرات كثيرة وتغييرت الخطة منها تكون لعبة حصرية على البلسجن 3 إلى جميع المنصات والمحرك الاختراعه بوندي اللي تعرف على ملامح الوجه حصل على اهتمام مع جاب الشركات وعشان كذا روكستر سوت المستحيل عشان تنتج اللعبة لم أطلقت اللعبة أخذت تقييم ممتازة عليها لكن المبيعات ما كانت كافية تغطي تكليف إنتاج اللعبة والديون المتراكمة من تطويرها وعشان كذا أغلق فريق بوندي أبوابه إلى الأبد ديوك نيوكم فوريفر من مطورين 3D Realms اللعبة هذه صالها 14 سنة في مراحلة التطوير إيش توقعت يطلع منها؟ أكيد بتكون لعبة فاشلة في البداية كان موعد يصدارها 1998 وصالت غير في نوع المحرك الرسومي أكثر من مرة وبعدها مسكت جيربوكس عملية التطوير وأنهت لعبها 2011 و3D Realms من يومها ما صرت أي لعبة أخرى X-Men Destiny من Silicon Knights Silicon Knights معروف أنهم اشتهروا بإطلاق ألعاب ممتازة مثل الأسطورة Eternal Darkness على جهاز الـ GameCube وأيضاً الريميك التعييس للعبة Metal Gear Solid The Twin Snakes وبعدها بدأت تطوير لعبة Two Human بإصدام محرك الـ Unreal Engine وقاضت شركة المصنعة للمحرك بسبب ادعائها بسوء تطبيق المحرك لكن Epic اللي مصنع المحرك مسكتت وردت الدعوة ورفعت عليهم القضية وفي النهاية أمرت أنهم يدمرون كل لعبة طوروها عن طريقها وقبل ما يصير هذا الشيء أطلقوا لعبتهم اللي جابت فيهم العيد لكن كانت مملة وما في أي شيء مميز والجمهور ما عجبته والمبيعات كانت سيئة وأعلنت شركة فلاسها في 2014 لير من فاكتر فايف المطور الألماني فاكتر فايف أطقل النظام القتال الجوي بسلسلة Star Wars Rogue Squadron وفكروا أن التحكم بلاستيشنا 3 الحركي لـ Six Axis رح كون مناسب جداً للعبة الجديدة ورهيب فيها أنك تستطيع تتحكم بتنين بدل طيارات بس الأسف تحكم الحركة في اليد كان مأساة لدرجة اللعبة تكون صعوبتها في التحكم نفسه وبعد المطورين أرسلوا باتش أو تحديث يضيف التحكم من أنالوج لكن كان فات الأوان وبعدها قفلت شركة إلى الأبد Tomb Raider Angel of Darkness من Core Design المطور البريطاني Core Design قرر أن يجيب لارا كروفت الجيل الجديد ووقتها كان على البنستيشن 2 وعطاها تغيير كامل من ناحية الرسوم وطريقة اللعب وهذا اللي جاب فيها العيد لأنهم أضافوا عنصر التخفي وعنصر بناء القوة في اللعبة وضغوط الناشر إيدوس غالصبتهم أنهم يطلقون اللعبة قبل ما تنتهي عملية التطوير فيها وطبعا المبيعات المراجعة كانت سيئة جدا وبعدها أغلق المطور أبوابه إلى الأبد وهذه كانت الخمس شركات اللي غلقت أبوابه بسبب ألعابها أعطونا رأيكم في الفيديو وإذا في ألعاب ثانية تعرفونها سببت بأغلاق هذه الشركات اكتبوا بتحت في التعليقات ولا تنسون تشتركوا في القناة حتى نجيكم فيديوهات رهيبة مثل هذه كما معكم فاد الشيحة مع السلامة